مساء الخير على حضرتكم مرة تانية ونكمل الحديث كنت طرحت سؤال عن الإشادة بالدور المصري بشكل كبير وأن مصر كمان منتبهة وحاضرة لكل السيناريوهات طول الوقت كيف ترى؟ تمام شوفيو سيد شافك احنا عايزين نقول مصر بتتصدر المشهد خلال الـ 200 يوم اللي فاته يعني ما فيش اي دولة عربية يعني بيساعدوا في مساعدات انسانية ولكن مصر زي ما احنا بنقول هي اللي شيلة الشيلة هي اللي بتعمل الهدنة هي اللي بتعمل الاتفاقيات هي اللي بتجري هنا وبتجري هنا هي اللي بتفتح المعبر أنا عايزة أقول لحضرتك وده بإشادة المجتمع الدولي يعني حضرتك لو تفتكر كده رئيس دولة قبرص لما كان عندنا في شهر 12-23 قال كلمة جميلة جدا مصر هي بوابة العالم لفض خلافات دول الجوار سفيرة قبرص هنا في مصر قالت هي صخرة الاستقرار والأمن لدول الجوار سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي أمن واستقرار الدولة المصرية لن يأتي ولن يتأتى إلا بأمن واستقرار دول الجوار احنا عملنا العملية للتقالص من الإرهاب في 2018 في سينة بعدها حسنا فعلا بالأمن والاستقرار والبنى التحتية والمشاريع المصادية ولكن قال كلمة مهمة أن الأمن والاستقرار مش هيستكمل أو مش هيكمل قال لأ بأمن ليبيا بأمن واستقرار دولة السودان وأيضا بأمن وفضل النزاع اللي حاصل فيه قطاع غزة عايز أقول لحضرتك أن أكتر من 65% من المساعدات الإنسانية إحنا اللي عملينها تجمهورية مصر العربية لما قال أنتونيو جديرش لما كان واقف على معبر رفح وتكلم يوم بعد الهجوم البر الوحشي من الفاعل المارك نتانياهو وتكلم قال إحنا مش عايزين نقتل أهالي قطاع غزة مرتين مرة اللي حصل يوم 7 أكتوبر والمرة الثانية أن احنا نمنع عنهم المساعدات الإنسانية كانت مصر أول لو تفتكر كده حضرتك أول عشرين شاحنة كانت دخلة من معبر رفح في هذا التوقيت كان من جمهورية مصر العربية مصر زي ما حضرتك لسا عارضين في التقرير لم يغلق معبر رفح حتى الآن فأنا أعتقد أن المساعدات الإنسانية بإشادة المجتمع الدولي حضرتك كل الزيارات منذ السابع من أكتوبر في زيارات عديدة لرؤساء الدول اللي عندنا في مصر من أبرس من فرنسا أزربيجان كل الناس دي بتشيد بأهمية وموقع مصر في هذا المؤتمر وحضرتك ما تنسيش يوم 21 أكتوبر قمة القمم أول قمة للسلام في العالم العربي اللي نادى بها السيدة رئيس عبد الفتح السيسيو كان بيتكلم عن نقطة مهمة هي المساعدات الإنسانية المستدامة اللي هي تدخل لي أهلينا في قطاع غزة ما فيش أي دولة عربية يعني بدأت له هذه المبادرة غير مصر في العاصمة الإدارية طبعا يعني خليني أتفق مع حضرتك دكتور سعيد بأنه ده دور مصر طول الوقت تجاه من السوابت من السوابت وهي ملف مهم موجود دايما على المائدة المصرية خليني أسأل يعني أستاذ عبد المهدي برضو سؤال أسأل حضرتك عن هل نرى في أنه يعني منع شحنة يعني شحنة فيها أسلحة من الولايات المتحدة في هذا التوقيت وهذه التصريحات لحضرتك قلت أنهما رجعوا في هذه التصريحات ولكن يعني على الأقل بقى فيه نوع من أنواع التصريحات اللي فيها نوع من الرفض هل ده ممكن يقدم بعض الضغط على المجتمع الدولي ولا هي مجرد تصريحات يعني فيه اختبارات خلينا نقول هي اللي بتثبت أنه كانت جدية الولايات المتحدة في المصارات التي تتحدث بها خلينا ناخد مثال منذ بداية أو بعد يعني بداية الحرب تحدثت عن مصار سياسي تحدثت عن دولة فلسطينية حل الدولتين على مدار المفاوضات منذ توقيع اتفاق أسلح حتى اليوم تحدثت عن حل الدولتين فيه اختبار قبول فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة استخدمت الفيتو بالرغم أنه 14 دولة مررت القرار فقط الولايات المتحدة هناك اختبار قادم في يوم الجمعة صحيح في الجمعية العامة يعني نفسنا نشوف هذا الاختبار فيتو بقى لا هو مقدرش يستخدم الفيتو في الجمعية العامة لكن الجمعية العامة إذا مر القرار بالثلاثين سترفع إلى مجلس الأمن لإقراره سنرى هذا الكلام عمليا هل ستمرر إدارة بايدن حتى لو مستخدمتش الفيتو لو امتنعت عن التصويت وسكتت هيعد القرار بحيبان إذا كانت هذه التصرحات وتمشي مع نفس الفكر ده اختبار حي تمنع أسلحة بعد سبع شهور من الإبادة يعني استعراض قبلها بعشر تيام 29 مليار دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل بالتالي يعني مش لازم نضخم من هذا الإجراء الأمريكو أنا أعتقد أنه مواجه للداخل وخصوصا للتقدمين في الحزب الديمقراطي وللأقليات العربية والإسلامية في الولايات المتأرجحة أنه في خطوات في هذا الاتجاه يعني إذا هي تصريحات لإرضاء الشأن المحلي الأمريكي طيب خليني برضو أسأل حضرتك سؤال هذه المفاوضات اللي موجودة سواء الوفود التي تأتي إلى مصر وهذه المفاوضات حتى اللي موجودة كانت على أرض مصر وأيضا يعني أمل بأنه يكون في مفاوضات يكون في هدنة هل المماطلة من الجانب الإسرائيلي لكسب وقت أكتر أو الضغط بسروط أكتر ولا يعني لن يوافق الجانب الإسرائيلي أبدا على أي مفاوضة يعني خلينا نقول أنه النتنياه كشخص وكفكر يريد استمرار الحرب ولا يريد إنها والدليل أنه لا يرغب حتى بوضع جملة في مراحل الاتفاق تقول أنه الهدن المتتلية الثلاث مراحل ستؤدي يعني مجرد جملة ستؤدي إلى وقف إطلاق نار نهاية أو نهاية الحرب حتى هذه الجملة في التالي هو لا يرغب بإيقاف الحرب الأمر الآخر هو يستغل موضوع الأسر والمحتجزين منذ بداية الحرب لم يكن هدفه المحتجزين الإسرائيليين بسبب ببساطة لأنه إذا أنت تابعت ما حدث ستصل لنفس النتيجة التي وصل عليها نتنياو عدد الإسرائيليين الذين قتلوا في يوم 7 أكتوبر وعدد الجنود الذين قتلوا في يوم 7 أكتوبر وعدد بعد ذلك الجنود الذين قتلوا وأصيبوا أثناء العملية البريئة أكثر بكثير هل من المنطق أنه يضحي مثلا بنصف الجيش أو بجزء كبير مقابل أعداد محتجز ولكن هو عنده ورق الضغط هو يريد تحقيق أهداف أهم خلينا نقول إيه الأهداف الأهم الهدف الأهم والاستراتيجي بالنسبة للإسرائيل منذ عام 2000 وليس وليد اللحظة هو الوضع الديموراق في الفلسطين الآن الفلسطينيين في فلسطين التاريخية ويعني بفلسطين التاريخية غزة والضفة والقدس والداخل عددهم أكبر من اليهود بـ 200 ألف وهذا لأول مرة منذ عام 48 في ظل مشروع يميني لا يقبل بدولة فلسطينية معنى ذلك أنه يريد استمرار الاحتلال بأشكال مختلفة من سيؤثر على شكل الدولة اليهودية هو وضع الديمغراف الفلسطينيين بالتالي يجب تخفيف هذا العدد لذلك مثلا في الضفة الاستيطان الحصار المدهمات المستمرة وحتى لو نظرنا إلى الخريطة الفلسطينية يعني نجد أنه أصبحت مشتتة يعني ما فيش هذا التجمع غزة أكبر كثافة سكانية في العالم ثقل ثقل طيب لازم يتخلص من الوضع الديمغرافي ما كانش فيه مناسبة أو طريقة إلا استخدم هذه الحجة استهدف أربع مقومات لأي مجتمع أي تجمع لأربع مقومات أنا لو أروح على بلد أو مكان أسكن فيه هدور على الأربع دول الصحة تعليم السكن صحيح الاقتصاد هو استهدف هذه المقومات بشكل منهج فيه قطاع غزة يعني حتى لا تنمو حتى لتحويل قطاع غزة في اليوم التالي للحرب عكس ما ضلل وقال أنا عايزة تفعل الناس في سيناء وكذا في اليوم التالي للحرب إلى مكان لا يصلح للسكن حتى يهجروا المكان طوعيا طيب خليني أخذ من كلام يعني أستاذ عبد المهدي هنا وأقول بأن مصر كان عندها من الوعي يعني طول الوقت مصر من اليوم الأول الرئيس دعا إلى قمم حاول أن هو يعني الموقف يكون يعني أهدى يتحدث إلى المجتمع الدولي ولكن بقلنا قرابة سبعة أشهر والوضع لم يتقدم ومصر ما زالت تحاول في هذه المفاوضات بشكل كبير هذه الهيكلة التي يتحدث عنها أستاذ عبد المهدي ومصر مثلا عندنا عنوين بقلها أكتر من كام يوم مصر جاهزة لكل السيناريوهات ونحن نعلم بأن المصريين يعلمون جيدا هذا الوضع فكيف ترى مصر هذا الوضع؟ هل ممكن يبقى فيه هيكلة؟ ومصر ستتعامل إزاي مع الأوضاع الموجودة دي دلوقتي؟ عايزة أقول لحضرتك أن التانية هو عرض خطة خطة زي خطة مارشيل التي عرضها جورج مارشيل في سنة 48 لولايات المتحدة الأمريكية لمنع الأيدولوجية النازية للاستمرار والتواغل في أوروبا وكانت علشان أسيطر على الاتحاد السوفيتي وعدم انتشاره فهو عرض هذه الخطة وأسمها على ثلاث مراحل المرحلة الأولى أن يكون فيه مساعدات إنسانية توصل لمدة 12 شهر المرحلة الثانية هي هدنة إعادة إعمار قطاع غزة بحيث أنه يتصور أن قطاع غزة سيكون قطاع صناعي وقطاع كبير فيه الصناعة ويدعو إلى إقامة صناعة السيارات الكهربائية الموجودة في هذا القطاع بعد ما يعمل إعادة الإعمار ده في المرحلة الثالثة الثانية المرحلة الثالثة أن يكون فيه هنا بقى حكم ذاتي هذا الحكم يكون من بعض من الدول العربية فهل هل تقبل الدول العربية أن تكون متواجدة في ظل وجود الجيش الإسرائيلي لأنه حط شرط من الشروط بتاعته في المرحلة الثالثة وهو وجود الجيش الإسرائيلي إن لازم الأمر أو إذا كان هناك تدعيات أمنية إن أنا أدخل بالجيش بتاعي وتفسير التدعيات الأمنية دي كتير ممكن أفسرها إن فيه هنا نفق معين فيه هنا تهريب أسلحة فيه هنا أي أن كان فممكن إن أنا أدخل بأي حجة إن أنا أدخل وأسيطر على هذا القطاع فأنا أعتقد إن هذه الخطة وهذه الخطة على فكرة أنا عايز أقول لحضرتك إن هي منذ 2022 وهي بتتداول في الكونجرس الأمريكي وبيتكلموا عنها السيناريوهات المصرية أنا أعتقد إن إحنا ممكن نشارك هنا في هذا الحكم عربي عربي دون تدخل أي من الجيش أو أي عنصر من عناصر الجيش الإسرائيلي إحنا ممكن نتدخل وحضرتك لو تفتكري في 2022 إحنا اللي عملنا إعادة أعمار لقطاع غزة وبعدنا أكثر من 500 مليون دولار لإعادة أعمار صحيح أقررون السيد الرئيس وهو في إحدى القمم في باريس كان موجود بالضبط فإحنا مش بعيد عننا وستاذ شافكي إن إحنا نعمل إعادة أعمار مرة أخرى طبعا هي مصر جاهزة لكل السيناريوهات وإن كانوا طيب لأنه وقتي انتهى أشكرك شكرا جزيلا من الكلمة الأخيرة في ثواني سريعة أستأذنك حضرتك تقولي كيف تدور الحياة في غزة الآن؟ يعني الحياة في غزة لا يمكن تخيلها الناس يسعون في دائرة للنجاة للبقاء على قيد الحياة بأبسط سبل الماء الغزاء الكهرباء هذه هي الدائرة التي يسيرون فيها بشكل يومي الأمراض ليست لها علاج بشكل عام الوضع الصحي متدهور في نسبة عالية من انتشار بعض الأوبئة والأمراض نتيجة لأنه مفيش صرف صحي ومفيش وضع صحي كارثي على المستوى النفسي وهذا هو أخطر أنه هناك لمدة سبع شهور ضغط نفسي غير مسبوق على كل المستويات وهذا سيترك أثره في المستقبل حتى على سلوك المستويات أكيد كل القلوب مع أهلنا في قطاع غزة أشكرك شكرا جزيلا المحلل الفلسطيني أشكرك شكرا جزيلا عبد المهدي مطاوع شكرا جزيلا حضرتك دكتور سعيد عبد الزغبي أشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار مشاهدينا هتفضل مصر زي ما بنقول هي طوق النجاة كلمة طوق النجاة فيها مسئولية ومصر دايما أمام مسئوليتها